سلام عليكم ازايكم عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل الشنطة الروسي بقلاب عزمة الرنجة. شنطة مميزة وهتبقى جميلة جدا في الكوليكشن بتوع الشنط الجديدة. هقول لكم على كل تفاصيلها ازاي نعمل الوش والضهر وازاي نقفلها تقفيل احترافي زي ما انتو شايفين كده. وهوريكم برضو ازاي نركب القفل بتاعها. وازاي تبقى متماسكة كده. وفي الاخر خالص هوريكم ازاي نعمل اليدين الروسي دي. انا دعاء محمد ودي كنات في عشق الكروشيه. ويلا بينا نبتدي على طول. انا هنا هستخدم خيط مكرمية. وممكن تستخدمه اي خيط انتو حابينه سواء ان كان مكرمية مصري مكرمية او خيط كليم فتلة وسط. وهستخدم معاه ابرة مقاس خمسة ونص. وهحتاج لولاعة وقفل للشنطة. انا بحب استخدم القفل اللي هو الجلد ده بحيث انه بيبقى سهل ان انتو تخيطوه على طول في الشنطة. وهحتاج لماركر ولوجو وابرة تنظيف وحلقتين عشان استخدمهم اثناء الشغل لعمل الشنطة بتاعتي. والخمات الجميلة ديت كنت جايباها من جروب فتفوتا كروشي بصراحة من اجمل الجروبات اللي اشتريت منها خمات ومعاملة نظيفة جدا هحط لكم اللينك بتاع الجروب في صندوق الوصف. اول حاجة هعمل عقدة البداية. وبعد كده هعمل 16 غرزة سلسلة. طبع ممكن تعمل العدد اللي انت حباه او المناسب لسمك الخيط بتاعك. ما تنسيش وانت بتتفرجي عالفيديو كده تنزلي دلوقتي توقفي الفيديو تعملي لايك وكمنت ومتنسيش تشترك في القناة لو ما كنتيش مشتركة. وتفعلي الجرس عالكل عشان يوصلي كل فيديوهات القناة بتاعتنا. بعد ما عملنا ال 16 غرزة سلسلة هبتدي الف السلسلة للدهر وهشتغل في الحلقات اللي موجودة في الظهر دي. هسيب اول غرزة مش هشتغل فيها وهشتغل في الغرزة رقم اتنين هدخل فيها واخد صحبة خيط واعمل غرزة حشو. وبعد كده هدخل في جسم الغرزة دوت. وهدخل في الغرزة اللي بعديها. واخد صحبة خيط يتكون عندي 3 فتلات وخلي الفتلة الاخيرة دي مرتاحة واقوم صحبة الثلاث فتلات دول مع بعض. يبقى احنا كده عملنا اول غرزة لعظمة الغنجة سوا. هدخل في الحلقة الاخيرة دي. وفي الغرزة اللي بعديها. واسحب فتلة. يتكون عندي 3 فتلات على الابرة اقوم سحباهم سوا. وكرر تاني ادخل في الحلقة ديت. وبعدين الغرزة اللي بعديها. اخد صحبة خيط يتكون 3 فتلات اقوم سحباها مع بعض مرة واحدة. انا هكرر كده لحد ما اوصل لنهاية اخر غرزة. خلصت كده الجنب دوت. ودي هنا اخر غرزة. هندخل نعمل فيها 3 غرز وعظمة الرنجة مش غرزة واحدة. فهدخل في الحلقة الاخيرة. وهدخل في الغرزة الاخيرة. واخد سحبة خيط. واقوم سحبة التلات لفات دول مع بعض مرة واحدة. واعلم اول غرزة دي. وبعدين هاخد. هدخل تحت الحلقة الاخيرة. وداخل نفس الغرزة اللي انا دخلتها. واسحب الخيط. واقوم عملة غرزة. وهدخل تحت الحلقة الاخيرة لاخر غرزة. وادخل في نفس الفراغ دوت بتاع الغرزة. واخد سحبة خيط. يتكون تلات لفات. واقوم افلاهم. وهعلم برضو الغرزة الاخيرة دي. يبقى احنا هنا في الغرزة دي. عملنا تلات غرز من التزايد. هبتدي بعد كده اعمل ايه? هلف الشغل بتاعي كده. وهخلي الفاتلة دي ورق الشغل. وهبتدي ادخل في كل غرزة في الحلقتين دول. الحلقة الامامية والخلفية. هدخل فيهم كده بالابرة. بالطريقة دي. بس طبعا واحنا بنعمل غرزة. عظمة الرنجة. فبدخل في الحلقة الاخيرة للغرزة. وبدخل في الغرزة دي. وبخلي الفاتلة دي ورق الشغل عشان تتنظف اول بقوة. وببتدي بعمل الغرز بتاعتي عادي خالص زي ما عملنا الجنب الثاني. كل غرزة غرزة واحدة من غرز عظمة الرنجة. هكامل بنفس الطريقة لحد ما خلص الجنب ده. في كل غرزة غرزة واحدة من غرز عظمة الرنجة. لحد ما وصل لاخر غرزة هنا. وصلت لنهاية الجنب ده. والمفروض ان عدد الغرز اللي هنا هيساوي عدد الغرز اللي هنا. هنا المفروض يبقوا اربعتاشر غرزة وهنا المفروض هيبقوا اربعتاشر غرزة لو انتوا بادين معايا ستاشر غرزة سلسلة. هنيجي بعد كده عشان نعمل التزايد اللي زي ده. في هنا غرزة السلسلة الاولى اللي احنا سبناها. انا هدخل في العين الامامية بس عشان يبقى سهل الدخول فيها لان الغرزة دي بتبقى ديقة شوية. فهدخل في العين الامامية دي بس من الغرزة. هعمل فيها ثلاث غرز عظمة الرنج. زي ما قلت لكم الغرزة دي بتبقى ديقة شوية عن بقية الغرز. فايه اعملوها واحدة واحدة. ادي اول غرزة ويعلموا عليها. واخدوا تاني الحلقة الاخيرة. وادخلوا في نفس الغرزة تاني. واسحبوا الخيط. يبقى دي تاني غرزة. وادخل في نفس الغرزة تاني. اعمل تالت غرزة من عظمة الرنج. يبقى احنا كده عملنا تلات غرز. انا مش اقفل الغرزة دي بماركر. لان دلوقتي انا هرتفع عليها الشغل الجديد. بس عشان اقفل السطر بتاعي. هحتاج ان انا ادخل في الحلقة الاخيرة دي. ادخل في غرزة الحشو الاولى اللي احنا كنا عاملينها اللي هي بتاعت اول السطر. واسحب الخيط من الثلاث اماكن. عشان نقفل السطر بطريقة احترافية. يبقى احنا كده عفلنا السطر بتاعنا. هرتفع غرزة سلسلة. وهلف الشغل بتاعي. الغرزة ديت هي غرزة المنزلقة اللي احنا عملناها احنا مش هنشتغل فيها. ديت غرزة المنزلقة اللي احنا لسه قفلين بيها الشغل. ودول التلات غرز بتوع التزايد بتوع السطر اللي فات. دول اللي احنا هنبتدي نشتغل فيها. بس خليني اوريكم طريقة الشغل اللي احنا هنشتغله. احنا دايما بندخل الابرة من هنا. لا السطر دوت في غرزة عضمة الرنجة. انا بدخل الشغل من الحلقة الاولى دي. والحلقة التانية دي. والحلقة التالتة دي. فبدخل الابرة كده. من وراء لقدام. تمام? هنبتدي واحدة واحدة. اول حاجة اهل حلقة على الابرة. هسيب اول غرزة دي عشان دي غرزة المنزلقة مش هشتغل فيها. وهاجي من وراء الخيط عشان اخلي الخيط يبقى قدامي. هدخل في التلات حلقات دول. وبعدين هاخد لفة على الابرة. واعمل غرزة حشو. الغرز دي غرز تزايد. فلازم نعمل في كل غرزة غرزتين. فانا هشتغل زي ما اشتغلنا غرزة عظمة غنجة في السطر الاول. بس بالعكس. فهنا لازم ندخل في الضلع زي ما احنا بندخل دايما. هدخل في الضلع. ودي عشان غرزة تزايد. هدخل في نفس الغرزة هنا تاني. من الخلف للامام زي ما اتفقنا. وبعد كده هاخد لفة ابرة لفة خيط على الابرة. وهطلع التلات فاتلات معي. واقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. دي كده تاني غرزة. انا هعلم بس اول غرزة هنا عشان نبقى معلمين كده دايما المكان بتاع التزايد عندنا. دي كده اول غرزة احنا اشتغلناها. ودي تاني غرزة في نفس الغرزة. الغرزة دي برضو هشتغل فيها غرزتين عظمة الرنجة. بدخل في الحلقة الاخيرة زي السطر اللي فات. وبعد كده بدخل من الخلف هنا للامام في التلات حلقات. بصوا اهي حلقة تانية وتالت حلقة اللي هي بتبقى ورها دي. واخد لفة خيط على الابرة. وبعد كده يتكون عندي تلات حلقات بخليهم مرتاحين. وبعد كده باسحب الخيط. والغرزة التانية دي برضو هعمل فيها تزايد. فهدخل في جسم الغرزة. وفي نفس الغرزة تاني هدخل. هي بدخل في نفس الغرزة تاني. وبعد كده باخد سحب الخيط. واقوم مخرجة. الحلقة دي يبقى عندي تلات حلقات. بخرجهم من على الابرة. بعد كده دي تلات غرزة في التزايد. هعمل فيها برضو غرزتين عظمة الرنج. بدخل في الحلقة دي. وبعدين بدخل في الغرزة اللي بعديها. واخد سحب الخيط. واخرج بره الغرزة. يتكون تلات فتلات. اقوم سحباهم مرة واحدة. وارجع تاني. ادخل في الحلقة الاخيرة. وفي نفس الغرزة. عشان دي غرزة تزايد. وبعد كده. هاخد لفة على الابرة. واقوم مخرجاها من الغرزة. واقوم افلع الغرزة بتاعتي. واعلم مكان الغرزة دي. عشان دي اخر غرزة في التزايد. الغرزة بسيطة جدا مفاش حاجة. انا بدخل في الحلقة الاخيرة. لاخر غرزة. وبعد كده بدخل في الغرزة اللي جنبيها. بس الاختلاف ان احنا بندخل من ورا لقدام. وبعد كده الفتلة دي. يا اما بنلفها حوالين الابرة كده. او بنلفها حوالين الابرة كده. المهم ان الابرة طول قط ايه الفتلة. وبعد كده بخرجها. يتكون تلات حلقات عندي. اقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. انا هكمل غرزة واحدة من غرزة عظمة رينجا الخلفية. لحد الماركر التاني. بدخل في الجزء اللي هو اخر حلقة. وبدخل في الثلاث حلقات دول سوا. واخد لفة على الابرة. واقوم خرج بيها لبرا. واقوم سحب الخيط كله اللي على الابرة. بعد ما بياخد لفة على الابرة. وصلت كده للجنب التاني اللي فيه التزايد هنا. ودوت الجناب اللي هما ما بين الماركرات دي. هي دي الجناب الوحيدة اللي هيبقى فيها تزايد. عدد الغرز اللي هنا هيبقى ثابت اربعتاشر غرزة معايا في كل جنب. يعني احنا دلوقتي مفوض نكون عملنا اربعتاشر غرزة. اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر. هنيجي هنا في الجنب بتاع التزايد هشيل اول مارك. وهدخل في كل غرزة من الثلاث غرز دولة هعمل غرزتين عضمة الرنج. زي ما عملنا في الجنب التاني. وبدخل في الحلقة الاخيرة. وبدخل في الغرزة اللي بعديها. وباخد لفة. وبسحب الخيط لبرة. وبعمل اول غرزة في الغرزة دي. وهدخل تاني بنفس الغرزة تاني اهمل غرزة عضمة الرنج. وبعد كده هدخل في الغرزة رقم اتنين تاني بعد ما بدخل تحت الحلقة الاخيرة. وهعمل غرزتين عضمة الرنجة الخلفية. ايه دي اول واحدة ودي تاني واحدة في نفس الغرزة. واشيل المارك من الغرزة التالتة وادخل فيها برضو واعمل غرزتين من عضمة الرنجة. دي اول واحدة. وبدخل تاني في الحلقة الاخيرة وتحت الغرز دي وبعمل تاني غرزة عضمة الرنجة. وباقفل المارك ده. التزايد اللي في الجنب ده هيبقى نفسه التزايد اللي في الجنب ده في كل سطر من السطوع. يعني لو هنا عملنا بقى ست غرز هنا هيبقى ست غرز برضو. طيب هبتدي اكمل الاربعتاشر غرزة بتوعي اشتغلهم في كل غرزة غرزة واحدة من غرز عضمة الرنجة. عايز اقول لكم ان انا الحمد لله يعني كنت اول واحدة اعمل الغرزة دي سواء كان في الشغل اللي هو المستقيم اللي هو مش رايح جاي او في الشغل اللي هو الدائري وعمل بيها قبل كده وعمل بيها قطعة مستطيلة. هحط لكم اللينكات بتوع الغرزتين دولت في صندوق الوصف عشان لو حابين تعملوا مثلا كوفيات او اسكرفات بالشغل اللي هو العدل او الشغل اللي هو مش داير ما يدور او لو حابين تعملوا بورت فيه بالشغل دوت او شنطة هحط لكم اللينك برضو هتبقى بالنسبة لكم آآ ممتعة في الشغل ان شاء الله. خلاص انا هكمل السطر بنفس الطريقة دي. لحد ما اوصل للماركر التاني وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بصوا بقى لو قلبنا الشغل. بصوا شكل الغرزة جميل ازاي. انا هستمر في ان انا اشتغل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للماركر ده. دي هنا اخر غرزة. هوصل للغرزة دي. وبعد كده هوريكم ازاي نقفل السطر ونرتفع السطر الجديد بتاعنا. وصلت كده لنهاية السطر. ويا جماعة ما تنسوش ان انتو تعدوا عشان ما تطلق بطوش العدد لان اخر غرزة هنا بتبقى اصغنططة شوية ما تبقاش بينها. فاعدوها عشان تبقى مظبوطة. هدخل تاني في الحلقة الاخيرة لاخر غرزة. وهدخل في غرزة الحشو الاولى اللي احنا اشتغلناها بس ما تشلوش الماركة خلوه. وبعدين هاخد سحبه خيط وطلع الخيط ده كله من على الغرز. يبقى احنا كده قفلنا السطر بتاعنا. سطر جديد هرتفع غرزة سلسلة. وهلف الشغل بتاعي. هنلاحز ان احنا هنا هنبتدي نشتغل الجزء ده. فالجزء ده تنفوش تزايد هشتغلوا بقى عادي بالغرزة العادلة اللي احنا كنا شغلينها بس ما تنسوش ان اول غرزة احنا قفلين بها هنا هي غرزة المنزلقة احنا مش هنشتغل فيها. هشتغل على طول في الغرزة التانية هدخل فيها وزي ما انتو حابين بقى ممكن تخشوا في الحلقتين دول بس وممكن تخشوا في التلات حلقات اللي واردوا. انا عن نفسي بحبها ادخل في التلات حلقات لانها بتخلي الشغل متماسك اكتر او الغرزة هدخلها هعمل غرزة حشو وبعد كده بدخل في الحلقة او في الجن بدوت من الغرزة وبدخل في الغرزة اللي بعديها واخد ساحبة خيط زي ما كنا بنعمل في السطر الاول يتكون تلات حلقات نسحبهم مع بعض الغرزة اللي بعديها بدخل في الحلقة وفي الغرزة وبقوم مخلية لازم الخيط بتاع الحلقة دي يبقى مرتاح والخيط الشغل بتاعنا كله يبقى مرتاح ما تبقاش آآ الخيوط مجدودة فهتصعب عليكي في الشغلة اكتر انا هكامل لحد العلامة وبعد كده هوريكم التزايد المرة دي هيبقى شكله ايه? وصلت هنا لاول ماركر وهنا هبتدي التزايد بتاعي. فهبتدي في اول غرزة هنا هعمل غرزتين عظمة الرنجة. وادخل في نفس الغرزة تاني اعمل تاني غرزة. ما ننساش نعلم اول غرزة اشتغلناها عشان ما اتطهش مننا. وبعد كده الغرزة دي هعمل غرزة واحدة بس من غرزة عظمة الرنجة. الغرزة اللي بعديها هعمل غرزة تزايد يعني هعمل غرزتين من عظمة الرنجة. دي اول واحدة. وبدخل تاني في نفس الغرزة بعمل غرزة تاني. والغرزة دي بعمل غرزة واحدة بس من غرز عظمة الرنجة. الغرزة اللي بعديها بدخل بعمل غرزتين عظمة الرنجة. معرفش بصراحة مين اللي سمى الاسم ده. يعني اسم عظمة الرنجة دي ده. انا كنت فاكرا ان هي في الاول اسمها غرزة حشو مائلة. هما كانوا الاول اجانب نسلمينها كده وبعد كده سموها غرزة عظمة الرنجة. هدخل بعد كده باخر غرزة دي هعمل غرزة واحدة بس من غزة من غرزة عظام الرنجة. وهقفل الغرزة. يبقى انا هنا عملت ايه? عملت تزايد غرزة تزايد غرزة تزايد غرزة. هبتدي بعد كده الجنب دوت اكمله عادي بدون اي تزايد. يعني هدخل في كل غرزة هعمل فيها غرزة عظمة رنجة عادية. لحد ما اوصل للماركت تاني هعمل ايه ناحية الماركت تاني بقى? هعيد نفس التزايد اللي احنا عملناه هنا. يعني احنا هنا عملنا تزايد غرزة تزايد غرزة هنا هنعمل تزايد غرزة تزايد غرزة تزايد غرزة. فخلص الجنب دوت بدون تزايد وبعد كده هبتدي التزايد اللي هنا زي التزايد اللي هنا وبعد كده هوريكم بنخلص السطر ازاي? ورجعت تاني بعد ما عملت التزايد في الجزئية دي. كده احنا خلصنا السطر بس ان احنا نقفله. حبيت اقول لكم تاني ازاي بنقفله بان احنا نخش في الحلقة الاخيرة دي. وفي اول غرزة في السطر اللي هي غرزة الحشو. واخد سحبة خيط واعمل غرزة منزلقة. يبقى احنا قفلنا كده السطر بتاعنا. السطر الجديد هنرتفع بغرزة سلسلة. وهلف الشغل بتاعي. وده الشغل دوت هيبقى بقى الشغل الخلفي زي السطر التاني. فهبتدي اول غرزة هنا اللي احنا قلنا عليها بتاعة المنزلقة دي. ما بناشتغلهاش. والجزء دوت الجزء بتاعي التزايد. السطر اللي فات اشتغلنا في التزايد. واحدة تزايد وغرزة. واحدة تزايد وغرزة. واحدة تزايد وغرزة. السطر ده هنعمل واحدة تزايد وغرزتين بدون تزايد. واحدة تزايد وغرزتين بدون تزايد. فهبتدي ادخل في الغرزة التانية مش الاولة. قلنا الاولة دي منزلقة هدخل في الغرزة التانية دي واسحب الخيط واول للسطر دايما بيبقى غرزة حشو. واحط المركب بتاعي. وهدخل في جسم الغرزة زي ما احنا اتفقنا بقى الطريقة بتاعتنا في جسم الغرزة وفي الغرزة رقم واحد هدخل فيها وهعمل غرزة عزمة الرنجة. يبقى احنا في الغرزة الاولى عملنا كده غرزتين. الغرزة التانية والتالتة هتبقى غرزة واحدة بس في كل غرزة. ايه دي? تاني غرزة مبارعا غرزة واحدة بس. وتالت غرزة. غرزة واحدة بس. الغرزة اللي جاية دي هتبقى غرزة التزايد. او الغرزة. وتاني غرزة فيها. الغرزة اللي بعديها غرزة واحدة بدون تزايد. واللي بعديها غرزة بدون تزايد بردو. الغرزة ديت عبارة عن غرزة تزايد. بنعمل فيها غرزتين غرز عزمة الرنجة. ادي اول واحدة. و تاني واحدة. في نفس الغرزة. والغرزتين الجايين هنعملهم بدون تزايد. اول واحدة بدون تزايد. تاني واحدة بدون تزايد. وهشيل المارك وحطه تاني في الغرزة مكان اخر غرزة دلوقتي احنا اشتغلناها. يبقى احنا كده عملنا ايه دلوقتي? احنا هنا اشتغلنا اول غرزة تزايد. وبعد كده عملنا غرزة عادية وغرزة عادية. وبعد كده غرزة تزايد وغرزة عادية وغرزة عادية. وبعد كده غرزة تزايد وغرزة عادية وغرزة عادية. طيب يبقى احنا دايما في كل جنب من الجناب دي بنعمل تلات تزايدات فقط. هبتدي بعد كده اكمل الجزئية دي وغرزة دي بدون تزايد دايما الى 14 غرزة اللي في كل جنب من الجناب دي بنشتغلهم فوق كل غرزة وغرزة واحدة. وبعدين هاجي في الزاوية دي هكرر التزايد بتاع الجزء دوت او الزاوية دي. فهعمل هنا تزايد غرزة عادية وغرزة عادية. تزايد غرزة عادية غرزة عادية تزايد غرزة عادية غرزة عادية. واكمل هنا عادي غرز عادية بدون اي تزايد لحد ما اوصل لهم. هاوصل لحد هنا وبعد كده هوريكم هنعمل ايه? السطر الخامس هنبتدي باني احنا نعمل غرزة سلسلة واللف الشغل. انا عن نفسي بفرح لما بلف الشغل بتاعه عشان بنبتدي نشتغل بالغرزة اللي هي السهلة. والغرزة بتاعت المنزلقة دي انا ونشتغلش فيها او الغرزة مش بشتغل فيها. ببتدي في اول غرزة حقيقية بعمل فيها غرزة حشو. وبعد كده بدخل في الغرز اللي جنبيها بعمل غرز عضمة الرنجة. غرزة الحشو محسوبة انها غرزة من تابع غرز الصف دوة. طيب انا هكمل الاربعتاشر غرزة بتوعي لحد ما وصل للمارك هنا وبعد كده هوريكم هنعمل ايه? طيب عملت الجنب اللي هو الاربعتاشر غرزة. هبتدي بقى هنا في التزايد. لو ملاحظين السطر رقم تلاتة عملنا تزايد غرزة تزايد غرزة. السطر رقم اربعة عملنا تزايد غرزتين تزايد غرزتين بدون تزايد تزايد غرزتين. السطر دوة دوره ان احنا نعمل تزايد تلت غرز تزايد تلت غرز تزايد تلت غرز. ده اللي هو السطر الخامس هبتدي ادخل في اول غرزة هنا واعمل اول غرزة عظم ترينجا واقوم افلة او معلمة سري الغرزة وادخل في نفس الغرزة تاني واعمل تاني غرزة عظم ترينجا والتلات غرز اللي جايين دول واحد اتنين تلاتة هنشتغلهم بدون اي تزايد ادي اول واحدة تاني واحدة وي تالت واحدة بدون تزايد بعد كده هدخل في الغرزة دي هعمل فيها غرزة تزايد والتزايد عنزه هنا دايما بيبقى من غرزتين فقط دي تاني غرزة في نفس الغرزة وبعد كده تلات غرزة جايين دول واحد اتنين تلاتة هدخلهم بدون اي تزايد زي التزايد بتاع الشكل البيضاوي بس مع اختلاف الغرزة بتاعتنا ان احنا هنا بنستخدم غرزة اكثر تمييزا اللي هي غرزة عزمة الرينجا دي تاني غرزة بدون تزايد ودي تالت غرزة بدون تزايد هنيجي هنا دي غرزة التزايد واحد اتنين في نفس الغرزة وبعد كده التلات غرز دولة بدون تزايد واحد اتنين تلاتة دولة عملناهم بدون تزايد هحط المارك هنا في اخر غرزة ونبتدي نقول مع بعض بقى ان احنا عملنا ايه دلوقتي عملنا هنا اول غرزة تزايد وبعد كده واحد اتنين تلاتة بدون تزايد تزايد واحد اتنين تلاتة بدون تزايد تزايد واحد اتنين تلاتة بدون تزايد هكمل الجزئية دي بدون تزايد الاربعتاشر غرزة بتوعي لبدون تزايد وهاجي في الجنب دوت أكرر الجنب ده هعمل أول غرزة تزايد التانية والتالتة والربعة بدون تزايد أول غرزة تزايد التانية والتالتة والربعة بدون تزايد خلصت كده السطر الخامس وهقفله زي ما احنا بنقفله في آخر حلقة وأول غرزة ونعمل غرزة منزلكة طبعا هو فيه طرق قفل كتيرة ممكن نتبعها بس دي أحسنهم بالنسبة للشغل بتاعي كده احنا خلصنا السطر الخامس وابتدي بقى أقولكم من السطر السادس لحد السطر الحدداشر هنعمل فيهم إيه احنا السطر ده عملنا تزايد ثلاث غرس تزايد ثلاث غرس السطر السادس هنشتغل في ظهر الشغل بتاعنا وهنعمل تزايد أربع غرس بدون تزايد تزايد أربع غرس بدون تزايد تزايد أربع غرس بدون تزايد واشتغل الجنب ده عادي والجنب ده عادي والجنب ده التزايد فيه هيبقى نفس التزايد بتاع الجنب ده في السطر السابع هلف الشغل وهيبقى تزايد خمس غرز تزايد خمس غرز تزايد خمس غرز في السطر الثامن هلف الشغل بتاعي وهيبقى تزايد ست غرز تزايد ست غرز تزايد ست غرز في السطر التاسع بتاعي هلف الشغل وهيبقى تزايد سبع غرز تزايد سبع غرز تزايد سبع غرز السطر العاشر هيبقى في ظهر الشغل وهيبقى تزايد تمن غرز تزايد تمن غرز تزايد تمن غرز والسطر الحداشر هيبقى الشغل بتاعي معدول وهيبقى تزايد تسع غرز تزايد تسع غرز تزايد تسع غرز انا هكمل الشغل بتاعي وطبعا الجنبين دولت التزايد كل مرة زي بعض وهنا وهنا بدون اي تزايد الا 14 غرزة بتوعي هكمل من السطر السادس للسطر 11 وبعد كده وريكم هنعمل ايه كده انا خلصت ال 11 سطر بتوعي طبعا لو عايزين تكبروا الشنطة ممكن تزاودوا في المقاس دي هنا حوالي 22 سنطي العرض بتاع الشنطة طيب عشان اقفل السطر بتاعي هعمل ايه هدخل برضو في الحلقة دي زي ما احنا مندخل وبدل ما كنت بدخل في الغرزة الاولى دي هدخل في الغرزة التانية وهسحب غرزة منزلقة وهرتفع سلسلة واقص الخيط بتاعي انا بالنسبة لي هنا هلسعه يبقى احنا كده خلصنا الشكل البيضاوي بتاعي حابة بس اوضح حاجة قبل ما ابتدي في الشكل النص البيضاوي ان الموديل الاساسي اه عدد الغرز اللي في التزايد بيه اربعة مش تلاتة احنا هنا في الموديل عاملين تلات غرز تزايد فانتو لاحبين من البدايات خلوا الموديل اربع غرز تزايد زي ما انتو حابين بس هي في الاخر النتيجة متشابهة جدا ما فيش هرد عشان نعمل الشكل النص البيضاوي بتاعنا هحتاج ان انا اعمل سبع غرز سلاسل هسيب اول غرزة مش هشتغل فيها وهدخل في الغرزة التانية اعمل فيها غرزة حشو والغرز في الجنب دوتها سابتدي اعملها غرز عضم رينجة زي ما احنا كنا بنشتغل فيها وغرزة الحشو الاولى دي انا باعتبرها من الغرز بتاعت الجنب دوت فهم كده هيبقوا عندي خمس غرز في الجنب دوت دي كده خامس غرزة اهي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هاجي في الغرزة دي هعمل تزايد من تلات غرز هذه اول واحدة واعلمها وادخل في نفس الغرزة زي السلاسل بتاعة البداية بتاعة الشكل البداوي اللي احنا كنا شغالين ادخل في نفس الغرزة واعمل تاني غرزة وادخل في نفس الغرزة واعمل تالت غرزة ايه واعلم الغرزة رقم تلاتة عشان نبقى محددين المكان بتاع التزايد وبعد كده هبتدي الجنب دوت اشتغل خمس غرز من خرز عظمة الرنجة كل غرزة غرزة انا هكمل الحتة دي بسرعة وبعد كده وريكم هنعمل ايه انا كده عملت خلاص الخمسة في الجنب دوت هبتدي ارتفع غرزة سلسلة خلاص انا مش هشتغل هنا خلاص هلف الشغل بتاعي وهبتدي اشتغل الغرزة المعكوسة بتاعتي بان انا هدخل تحت الغرز بقى زي ما احنا عاملين قبل كده وهعمل في اول غرزة غرزة حشو وبعد كده هشتغل لحد الخمس غرز دول غرز عظمة رنجة بدون تزايد وما بين الماركرز بنعمل التزايد بتاعنا زي ما كنا بنعمله في الشكل البيضاء بالزبط دي كده تالت غرزة رابع غرزة وخامس غرزة بشيل الماركر بتاعي وبعمل في كل غرزة من الثلاث غرز دولة غرزتين تزايد دي اول واحدة وادخل تاني في نفس الغرزة كده واعمل تاني واحدة وبعد كده في الغرزة التانية بعمل اتنين كمان بس ننساش بس نعلم ايه اول غرزة في دول دي اول واحدة في الغرزة التانية وادخل في نفس الغرزة واعمل غرزة تانية وبعد كده تالت غرزة بعمل فيها برضو غرزتين تزايد ايه ادي واحدة ودي تاني واحدة وفوق الخمس غرز بتوع غرزة عدمة الرنجة اللي هم بعد المارك بنشتغلهم زي ما هم خمس غرز تانية انا خلص الخمس غرز دولة وبعد كده برضو هنشوف هنعمل ايه خلصت انا كده السطر التاني هرتفع السطر التالت بغرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهبتدي اشتغل السطر دوت سطر عدل من غرز عدمة الرنجة بعمل اول غرزة غرزة حشو والخمس بقيت الخمس غرز بعملهم غرزة عدمة الرنجة بدون تزايد واحد اتنين دي تالت واحدة ورابع واحدة واحنا بنحسب غرزة الحشو غرزة من الغرز دي فبيبقوا كده كأنهم خمس غرزة تمام هنبتدي في التزايد دوت زي ما كنا بنعمل تزايد قبل كده فاول غرزة هنا هعمل تزايد وبعد كده الغرزة اللي بعديها هعمل غرزة عادية بدون تزايد الغرزة والغرزة اللي بعديها هيبقى فيه تزايد من غرزتين داخل غرزة والغرزة اللي بعديها بدون تزايد غرزة واحدة بس والغرزة اللي بعديها دي هتبقى فيها تزايد غرزتين هادي اول واحدة تاني واحدة واخر غرزة دي هتبقى بدون تزايد انا طبعا بشتغل دلوقتي بسرعة لان احنا عارفنا خلاص السيستم بتاع التزايد فانا براجع معاكم بس ان احنا هنشتغل ازاي في الجزء دوت تمام فدي اخر واحدة هنا في التزايد السطر دوت عملناه تزايد غرزة بدون تزايد اللي بعديها نعمله تزايد غرزتين واللي بعديه تزايد ثلاث غرز اللي بعديه تزايد اربع غرز اللي بعديه تزايد خمس غرز وهكذا لحد ما نوصل للسطر الحداشر السطر الحداشر هيبقى تزايد تسع غرز وهيبقى الشغل بتاعي معدول فانا هخلص السطر دوت وهعمل لحد السطر الحداشر بنفس الطريقة بنخلص بنقلب الشغل بنخلص بنلف الشغل تاني وهكذا وهنا الجزء ده الوحيد اللي فيه التزايد وهنا خمس غرز شغالين فيها وهنا خمس غرز شغالين فيها بدون اي تزايدات هخلص الشكل النص بيضاوي بتاعي وبعد كده نشوف هنعمل انا كده خلصت السطر الحداشر بتاعي السطر الاثناشر والتلاتاشر والاربعاتاشر هنشتغلهم بدون اي تزايد يعني في كل غرزة هنشتغل فيها غرزة واحدة بس من غرز عظمة الرنجة فانا هشتغل التلات سطور دولت بسرعة بدون اي تزايد السطر الاثناشر والتلاتاشر والاربعاتاشر هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة من غرز عظمة الرنجة خلصت انا كده الجزء تاع الشنطة من الامام او جزء الامامي من الشنطة وزي ما انتو شايفين خد الشكل المكوس وبصراحة يعني هي الغرزة متماسكة جدا فمش محتاجة ان انتو تحطوا دعامة من جوة او اي حاجة لان زي ما انتو شايفين الغرزة مسكة نفسها طيب دلوقتي انا هخلص الجزء دوت في الشغل فهعمل غرزة سلسلة وهقطع الخيط دوت وهطلعوا بره الجنب ده لان احنا هنحتاج نعمل سطر من غرز حشو عشان ننضف الشغل بتاعنا من قديم انا كده خلاص افعلت الجزء دي زي ما قالت لكم دلوقتي اه عايز اقول لكم ملاحظة لاحظتها اثناء الشغل وانا قررتها عملتها مرتين يعني اه نفس الجزء دي قررتها مرتين اه الملاحظة ان الجنب ده اعلى شوية من الجنب التاني ده بطبيعة ان غرزة سطر هنا دايما بيبتدي مسلا بغرزة العزمة الرنجة الخلفي وده هنا بعزمة الرنجة اللي هو الامامي فبيبقى فيه اختلاف شوية في الايه في الايه في الارتفاع بتاع الغرز فاحنا دلوقتي هنعمل سطر من غرزة الحشو فوق السطور ديت فعايزين واحنا بنشتغل اول جزئية هنا يبقى الشغل مرتاح شوية واحنا هنشتغل في غرز الحشو وهنا نبقى مسكين ايدينا واحنا بنشتغل في غرز الحشو عشان يبقى ايه في الاخر الجزئية دي متنسكة مع بعضها طيب هبتدي اول حاجة في اول غرزة هنا هدخل واخد غرزة سلسلة داخل اول غرزة وهخلي الفتلة دي تحت الشغل هنوضفها اول باول وهدخل في غرزة غرزة دي اول غرزة هنا هدخل فيها واعمل فيها غرزة حشو قلنا بقى نخليها ايه مرتاحة شوية والغرزة اللي بعدها هعمل غرزة حشو وبرضو نخليها مرتاحة شوية والغرزة اللي بعديها اهو هنا بصوا شايفين ده السطر التالت اهو شايفين الكمة دي بتاعت غرزة السلسلة هدخل فيها. واعمل فيها غرزة حشو مرتاحة. كل ما نقرب للنس كل ما ايه ما نقلل ان هي تبقى ايه مرتاحة شوية الغرزة. الغرزة اللي بعديها حشو برضو. وفي كل غرزة من غرز السطر دوت انا هشتغل غرزة حشو. ندور على مكان اخر غرزة اللي هي دي. وندخل فيها. واخلي الخط ايه? من فوقها كده? عشان ايه نظف اولكم. ودي غرزة حشو برضو. هبتدي بقى ايه اعلى لان انا بقى ايه مرياحة لابرة شوية عشان ايه تبتدي تبقى مزبوطة على التانية. خلاص انا هكمل غرز حشو لحد نهاية السطر بتاعي او نهاية الصف دوت. وبعد كده هوريكم هنعمل ايه? وبقى بعد ما عملتها بقت كلها مستوية ازاي? بقت خط واحد. هنا بقى دي اخر غرزة هنا. بصوا دي غرزة السلسلة اللي احنا كنا عاملنا والناش ده وبيعا نخش في اخر غرزة هنا. ونعمل برضو غرزة حشو. تمام? وبعد كده هقيس حوالي مترين من الخيط. ونسع الخيط دوت عشان ابتدي اخيط بي ايه الجناب مع بعضها. وبعد كده هرفع الخيط من الغرزة دي. وابتدي يوريكم بقى ازاي هنشبك الجناب دلوقتي. كي? الجزء بتاع اللي انا اشتغلته. بصوا. ده اللي هيبقى جزء اللي ورا اللي هو مكان التشتيب. هو مش باين او انه هو مكان التشتيب بس احنا عارفين طبعا مكانه. تمام? اول حاجة بس هنعمل ايه? هنرحل العلامات دي. ستة علامات لان احنا كنا عاملين خمس غرز هنا في الجنب زيادة. والسطر بتاع غرزة الحشو. فبقى يوم ستة. فهرحل ست غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ده هنا هيبقى بداية الشغل. والناحية التانية برضو هعدي ستة غرز وهنقل الماركر بتاعي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بعد كده هقلب الشغل بتاعي كده يبقى قدامي وهجيب الجزء دوت. نبتدي ان احنا نخيط الجناب في بعضها وبالنسبة لي خياطة الجناب خدت وقت اكتر اه في تجربة انهي انسة بطريقة اكتر من الشنطة كلها على بعضها يعني. يعني بحب الخياطة جدا جدا. يعني ما عنديش خبرة في الخياطة قوي زيكم انتو اكيد محترفين في الخياطة. بجيب الاول الابرة من ظهر الشغل لقدام ودخلها تاني في الغرزة الاولى عند الايه? غرزة السلسلة هنا. واقوم شدها جيمة. تمام? وبعد كده بجيبها تاني في الحلقة الاولى وفي قاعدة الحلقة الاولى بقى من الغرزة اللي هي هنا هي. شايفينها? يبقى احنا شدينا الغرزة الاولى كويس. وبعد كده دخلناها بقى في قاعدة الغرزة الاولى. ودي ما نشدهاش بقى اجامد زي ما شدنا التانية نخليها مرتاحة كده شوية. وبعد كده بكل بساطة هنعمل ايه? في كل غرزة قدام الغرزة اللي قصادها هندخل الابرة. واللي بعديها الاتنين اللقصات بعض ندخل فيهم الابرة. وهكزا. شفتوا سعلا ازاي? انا ليه بقى وقفت معايا وكانت صعبة لان انا كنت عايز اعملها بميلة من البداية واكتشفت ان هي اثناء الشون الوحد ده بتميل يعني شكل الخط ده بيميل وبيبقى ميل اصلا اثناء الشغل. فانا مش محتاجة ان انا ايه اا اجرب ان انا اميله هو اصلا لوحده تلقائيا هيميل اثناء الشغل وانت هتشوفوه وانتو بتشتغلو ان هي بتورب سنة سنانية. بوسوا لو انتم ملاحظين ان هي ابتدت تاخد الشكل الميل. مش مش باخد واحد مستقيم لا هي ميلة اصلا. وصلت هنا دي اخر غرزة كده هدخل بعد كده الورزة دي لوحدها. ماشي وهبتدي ادخل الخيط بقى من هنا من جوه. عشان اقفل خلاص شغل ده. واخر غرزة دي هنشدها جامد عشان ايه تبقى مقفولة كويس او. ماشي كده يبقى احنا ايه افلناهم وخلصناهم نبصوا بقى شكلها حلو ازاي. كأنها مع الغرز بصوا واخدر الانسيابية ونفس الشكل بتاعها جميلة قبل. طيب الفتلة دي بقى انا بالنسبة لي هدخلها داخل الشغل كده. هجيب بعد كده الولاعة بتاعتي وبحرص جديد جدا وانا حريصة جدا ان هي تيجي على الفتلة بس اهي. ماشي يقوم ايه مسبتها يبقى احنا كده قفلنا الشغل بتاعنا. كده انا خلصت الشنطة الحمد لله ودلوقتي فاضل تركيب القفل وعمل ايدين الشنطة. طيب بالنسبة للقفل انا هستخدم اللي هو القفل اللي هو اللي عليه الجلد دوت. الجزء الغائر ده هيبقى في جسم الشنطة. والجزء البارس دوت هيبقى في القلاب بتاع الشنطة. انا هبتدي الاول اتجاه القلاب بتاعي بحيث ان هو ما يبقاش ميل. اتحدد كده ما يبقاش ميل الناحية دي وما يبقاش ميل كده. فوسطانه لحد ما ايه ما تأكد ان هو في الاتجاهين زي بعض ويبقى الفتحة اللي موجودة هنا هتبقى مشابهة للفتحة اللي هنا خليها ايه يبقى فيه سنة فتحة كده من الجنبين بحيث ان احنا ايه لو مالينا الشنطة الايه الجزئية دي تبقى ايه كافية. طيب بعد ما حددنا المكان بتاعه هبتدي بعد كده اجيب القفل دوت وحطه هنا على الطرف تحت في النص. ماشي? على اخر على اخر سطر. وبعدين هحدد مكانه تحت برضو. يبقى هو ده هيبقى مكانه تحت. يبقى برضو ايه? هشتغل تحت بنفس المكان دوت. هحط التاني هنا كده. وهيبقى ده مكان. يبقى انا هشتغل تحت وفوق بنفس الطريقة دي. وخياتهم بنفس اللون بتاع الجلد دوت. عشان ما يبقاش ايه شكله وحش. طيب بعد ما ركبنا القفل هنعمل ايه? هنبتدي نعمل مع بعض ايدين الشنطة. انا هنا هستخدم الحلقات اللي هي سهلة الفتح. آآ موجودين في كل المحلات دلوقتي. هورلكم طريقتها بس بلون خيط مختلف. اول حاجة هقيز حوالي تلاتين سنطة من الخيط. مش هستخدمهم دلوقتي. وبعدين هجيب الابرة بتاعتي. احطها تحت الخيط بالطريقة دي. وامسكها بسبوعي كده. وبعدين هجيب الفتلة القصيرة اللي هي تلاتين سنطة. اجيبها قدام الفتلة اللي كانت قدام. واعملها بالطريقة دي. وبعد كده هجيب الحلقة بتاعتي. وحطها. ما بين الفتلتين بتوعي. وهخلي الفتلة اللي هي الطويلة او اللي احنا هنشتغل بيها. كأنها آآ في وضع مستقيم زي الوضع بتاع الحلقة بتاعتي. وبعدين هدخل الفتلة دي جوة الحلقة بتاعتي. من قدام لورا. وخليها تلف من قدام لورا. حوالين الابرة. وترجع تاني لقدام. ودخلها جوة الحلقة. كأنك بتعملي رقم تمانية. وبعد كده اطلعها من وراء. وخليها تاني. من قدام. تدخل فوق الابرة. وبعد كده ترجع لورا. ونطلعها تاني لقدام ندخلها جوة الحلقة. كأننا بنعمل رقم تمانية بالزبط واحنا بنشتغل بالطريقة تاني. وهنكررها تاني كمان مرتين. هنجيب الفتلة القصيرة. نطلعها لقدام. نخليها تعدي فوق الابرة. نرجعها الوراء. وبعد كده نطلعها لقدام. ندخلها جوة الحلقة بتاعتي. اخر مرة. هنكرر نفس الخطوة دي. هنجيب الفتلة نخليها تطلع لقدام. وترجع الوراء على الابرة. وبعد كده نطلعها لقدام تاني ما بين الابرة والحلقة. وندخلها جوة الحلقة بتاعتنا. تبقى الفتلة دي لوراء. بعد كده. انا كده كونت الخمس حلقات بتوعي. طبعا لو عايزين تزودوا العدد وتزودوا العرض. ممكن تعملوا كمان كزا واحدة. هجيب الفتلة بتاعت القسيارة دي ولفها حوالين الفتلة التانية. وهقوم سحب الفتلتين دولت جوة الحلقات اللي انا اشتغلتها. هجي بعد كده الفتلة اللي موجودة على الابرة اللي هي القسيارة دي هقوم بطلعها. وهنضفها بعد كده. في اخر الفيديو هبقى واريكم ازاي بتتنضف. دلوقتي بقى احنا دلوقتي عندنا ما بين الحلقات او الغرز اللي احنا عاملينها دي. في خيط في خيطة قدام او فتلة قدام وفي فتلة ورا. دي قدام دي اللي انا هشتغل فيها. بصوا. دي هنا اللي ورا ودي اللي قدام. انا هسحب اللي قدام بس في الغرز اللي انا هشتغلها. يعني بدخل ما بين الغرزة الاولى والتانية. واسحب الخيطة دي واشدها كده. وبعد كده ما بين الغرزة التانية والتالتة. بدخل اقوم سحب الفتلة دي. وما بين التالتة والربعة. بقوم سحب الفتلة دي. وما بين الرابعة والخمسة اللي هي اخر غرزتين. بقوم سحب الفتلة ما بينه. ولازم تبقى الفتلة اللي قدام بس. هيتكون عندي خمس فتلات على الابرة. اقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. تاني اوسع على نفس الشغل كده واخليه مرتاح. وادخل ما بين الحلقات الاولى والتانية. واسحب الفتلة الامامية بس. وبعد كده اخش بعدين في الحلقتين اللي بعديهم واقوم سحب الفتلة. والحلقتين اللي بعديهم اقوم سحب الفتلة. واخر حلقتين اسحب ما بينهم الفتلة بتاعتها. هيتكون عندي خمس فتلات. اقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. هي بسيطة جدا. هي عبارة عن تكرار للسطر دوت. هعملوا معاكم تاني براحة. بسحب الفتلة الاولى. وما بين الغرزتين التانية والتالتة بسحب الفتلة التانية. وبعد كده الفتلة التالتة. وبعد كده رابع فتلة. هنلاقي ان هو تكون عندنا على الابرة. خمس فتلات. اقوم سحباهم مرة واحدة. هما الخمسة. وقرر تاني الغرزة دي لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزة. وصلت انا للارتفاع اللي انا عايزة للحزان بتاعي او لليد بتاعتي. بس فيه تركاية وانا بشتغل بصراحة. آآ لقيتها هتسهل عليكم جامد قوي في الشول. وانتو بترتفعوا كده بالابرة دي. لفوا الخيط كده الفوق. خلوا الخيط كده الفوق. يعني اهل الخيطة هون. ودي الخيطة اللي احنا المفروضة نشتغل فيها من جوة هنا. خلوها ملفوفة لفوق كده بسبعكم عشان بعد كده هتسهل عليكم قوي ان انتو تخشوا آآ تشتغلوا في الفتلة دي. خلاص دي بس ايه حاجة كده وانا بشتغل لقيتها. وقلت لازم اقول لكم عليها عشان يبقى دايما الشغل بالنسبة لنا. صح. يعني احنا دلوقتي خلصنا هنا مسلا سطر ده نقوم عاملين كده. طيب انا وصلت زي ما قلت لكم كده للمقاس اللي انا عايزة انا قلت بس هوريكم الحركة الجديدة دي. هبتدي اعمل ايه? هسيب حوالي اربعين سنتي من الخيط. وبعد كده هقصه وطلع الفتلة دي برا الغرز ديت. هجيب ابرة التنظيف بتاعتي. ودخل فيها الفتلة دي. وهبتدي اجيب الحلقة بتاعتي. وهحطها كده قدام الشغل بتاعي. وهدخل الابرة داخل الحلقة دي. واقوم خرجها من الجزئية دي. هخرج الفتلة من الجزئية دي. اهي. شايفين? دي كده اول غرزة باقت شبح اللي ايه? الغرزة دي. وبعد كده هجيب الابرة من ورا لقدام ادخلها في الفراغ. وبعدين اخرجها من الحلقة دي. واخرجها الورا. يعني انا دلوقتي اهي دخلتها بس هخرجها من الجزئية اللي ورا بالطريقة دي. وتكونت كده معي تاني حلقة. وهدخل تاني جوه الفراغ دوت. وهاجي في الغرزة اللي بعديها. هدخل فيها كده. وهرج الابرة لورا. وكده تكونت تالت حلقة. هدخل في الابرة تاني. طريقة بسيطة وسهلة جدا اهي. واقوم خرجها. خرج من الحلقة الرابعة. واقوم ما خرجها من ورا. وكده تكونت رابع حلقة وبنفس الشكل على الابرة. واخر حلقة عشان يبقى عندنا الخمس حلقات زي بتاعنا. هدخلها هنا. واخرجها من الحلقة. الاخيرة. بالطريقة دي. وكده يبقى انا عملت الخمس حلقات بتوعي وايه? وخلصتو. هلف الشغل بتاعي الورا. هنلاقي الحلقة ديت هنا. هدخل انا بقى انضف الشغل ما بين التلات حلقات الورا. بصوا اهي. مش باين خالص ان انا ايه? دخلتها في اني جزئية. بس هي كده مظبوطة وشكلها حلو. والوش هيبقى شكل وشكل الظاهر على فجل. وهاجي تاني. هدخل في التلات حلقات بتاعة السطر اللي بعديها. دخلها بس كده كزا مرة ايه? من باب ان هي تبقى نظيفة وميتقفلك وايه. هدخل برضو في الحلقة دي ما فيش مشكلة. وهكررها في السطر. الاخير دوت اهم هدخل في التلات حلقات دولة. ممكن انتو بقى بفتلة كده بمبا برضو نفس اللون او فتلة نفس الدرجة. فتلة ديت تقوم خياتنها الجوه بس هي خلاص كده مسكت نفسها ويعني صعب ان هي تتفك تاني فانا هقوم خلاص قصها كده تمام. تمام هنا كده خلاص بصوا اهي مش باين شكلها وده الوش بتاع الشغل 100 طيب هاجي في الجزئية التانية برضو احنا كنا مخرجين الفتلة دي عشان ننظفها برضو وننظفها معاكم واحدة واحدة كده هدخل الخيط جوه ابرة التنظيف. وبراحة كده هدخل جوه الغرزة التانية والتالتة والرابعة واقوم ايه ما خرجوها واحدة واحدة كده حيث ان هي متبقاش باينة. واجي برضو من هنا في الغرزة دي. اهي. تركزوا ان هما يبقوا تحت الورس بالزبط عشان ايه الخيط ما يتقطعش. اهي كده. كده تمام جدا برضو نبقى ايه موسعين نفسنا الخيط كده. كده تمام قوي قوي. وكده. انا زبطتها. وكده قفلتها تقفيل محترفين. وزي ما قلتلكم عايزين تأكدوا برضو. بفتلة بنبا نفس اللون. خيطوها هنا كده فتلتين بس كده وخلاص يبقى انت كده سبطتي كويس جدا. ده كده الايد بعد ما عملتها. ودي شكل الشمطة بعد ما ركبتلها القفل. حاجة كده اللهم بارك جميلة جدا. زي ما انتم شايفين يعني كتعة فنية تستاهل المجهود اللي اتعمل فيها. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. ومتنسوش ان انتم توروني مشغولاتكم اللي بتعملوها هنا مع القناة على جروف عشو الكروشي على الفيسبوك. متنسوش لو عجبكم الفيديو ان انتم تعملوا لايك وكمنت وشير. والسلام عليكم.